إذن استجابت لجنة الدستور في حزب الليكود لرئيس الحزب وطلبه رئيس الحزب بن يمين نتنياهو الذي طلب عدم إجراء برايمينز انتخابات داخلية للألائحة والقائمة الانتخابية للحزب وأيضا طلب آخر هو أن يحتفظ نتنياهو بالكوتا في ست مقاعد الأولى الأربعين يعني في الأربعين المقاعد الأولى وهنا يدور الحديث عن عدة شخصيات مرشحة لكي يدمجها نتنياهو في لائحة الحزب أبرزها رئيس بلدية مكابيم رعوت حايم بيباس الذي قال أن دور الجنرالات السياسية الإسرائيلية قد ول وبدأ معه عهد رؤساء البلديات وذلك تعليقا أيضا على إقامة رئيس بلدية لبيبيا فارون خلدئي أمس أو حزب الإسرائيليون لأخوض الانتخابات وأيضا بن يمين نتنياهو قال للجنة الدستور في حزب الليكود أنه يريد أن الحزب لديه إمكانيات كبيرة في المجتمع العربي داخل إسرائيل وما دمنا نتحدث عن المجتمع العربي في إسرائيل فإن أيضا جدع ساعر رئيس حزب تيكفا حدشاء وهو أيضا حزب يميني قال إنه يريد أن يدمج شخصيات عربية في قائمة حزبه للكنيسة وأيضا هناك هدف آخر ينظر للمجتمع العربي وهي تامار زندبرغ القيادية في حزب ميرتس التي دعت إلى تشكيل جبهة عربية يهودية مشتركة لخوض الانتخابات ولا يمكننا الحديث عن تطورات الأوم دون الحديث عن إقامة حزب الاقتصاد الجديد برئاسة البروفيسور يارون زاليخة الذي أكد أنه لن يجلس في حكومة واحدة برئاسة متهم بإشارة إلى بنيمين نتنياهو ولكنه أكد أيضا أن هدفه من الدخول إلى السياسة الإسرائيلية هي النهوض اقتصاديا بإسرائيل التي يتدور اقتصادها خصوصا بعد أزمة كورونا اشتركوا في القناة